بعد اما تكلمنا عن درس الانعكاس جه الوقت ان احنا نحل المسائل باسلوب سهل وبسيط جدا ومش معقد وهتحس الموضوع تافه بجد اول سورة عندنا بقول لك الجدول المقابل يعبر عن الاطوال الموجية يعني ايط الموجي يعني لندة لجزء من الطيف القهرو مغناطيسي في الهواء فيكون نقط قال لك الدول المرئي هسميه ام والاشعة الجامعة سميها واي والاشعة السينية هسميها زت طيب فاكر ان قلت لك احفظ اغنية بتاعة الاشعة قلت لك الراديو اللي حصل له وقع تحت السرير يعني تحت حمراء بعد كده شفته يعني مرئي بعد كده ضغط وبعد كده فوق يبقى فوق بنفس جيا بعدها مين سينية جامع اتفقنا طول الممشي كده اللي بيحصل لطول الموجي بيقل يعني الراديو ده اعلى واحد بعد كده الحمراء بيقل المرئي بيقل الفوق بنفس جياه اقل شوية السينية جامع اقل شوية الجامع اقل واحدة فيهم الجامع اقل واحدة في طول الموجي طيب يبهو قالك الدوق المرئ ده هسميه ام والفوق بنفس جياه واشعة الجامع هسميها واي والاشعة السينية هسميها زد من اكبر واحد في الطول الموجي الام بعد كده الزد بعد كده الوا لان طول ما نماشي كده طول الموجي بيقل كأنك ماشي على بيوت كده كأنك ماشي ورا بيوت كده طويل وبعد كده اقل شوية اقل شوية فام اكبر من زد اكبر من واي فيبقى الاختيار بتاعنا اللي هو باقة سهلة سهل الشكل المقابل يوضح شوية عضو يسقط على سطح عاكس فتكون زاوية اللي نعكاس بكام سؤال بسيط ده خط مصدقين الخط مصدقين الزاوية بتاعته كام مية وتمانين جايب لك دي بمية واربعين يبقى دي بكم اطرح مية وتمانين نقص مية واربعين هيطلع معك بكم اربعين الشوعة سقط بزاوية اربعين قلت لك بتتصرف في مسألة ازاي قلت لك تدور على الشوعة الساقط تاني خطوة اعمل عنده عمود مقام فين الشوعة الساقط ده اعمل عنده عمود مقام طيب دي باربعين يبقى اللي جنبها بكم هقول تسعين نقص اربعين هتلع معك بخمسين طالما سقط بزاوية خمسين هنعكس بزاوية كام خمسين برضو يعني هي الموضام الصعب هنعكس بزاوية كده خمسين درج سهلة سهل هزن اول سؤالين سهلين جدا ما انت لو تذكر الفيديو اللي فات هتحل اي سؤال على فكرة السؤال بعده في الشكل المقابل سقط هشوعة بسرعة في تمام على سطح مراية وينعكس عنها فان سرعة الضوء بعد انعكاسه بتسوي كام في قلتها في الشرح ايه هو الانعكاس هو ارتداد الاشعة لما تقابل سطح عاكس بس في نفس الوسط يعني بص كده يعني لو في هوا هيرتد برضو في في هوا برضو فنفس الوسط ايه اللي سابت السرعة طالما سقطت بعباس هترتد بعباس سقطت بابراهيم هترتد بابراهيم ليه يا مستر لان الانعكاس هو ارتداد الاشعة في نفس الوسط يعني السرعة سابتة هتبقى في طالما سقط بفي هينعكس بفي سهلا سهلا يقول لك الشكل المقابل يوضح موجة ضوءية تسقط على سطح عاكس ما مقدار زاوية الانعكاس لهذه الموجة بعد استضامها بالسطح سؤال ده بيمثل صدر الموجة اتفقت ايه علاقة اتجاه الموجة بصدر الموجة علاقة عمودية اللي اتنين عمودي فوق بعض يعني مثلا لو ده اتجاه الموجة يبقى صدر الموجة عمودي كده تاب لو ده اتجاه صدر الموجة يبقى اتجاه الموجة عامل كده ده صدر الموجة يبقى اتجاه الموجة عامل ازاي عمودي عليها كده سؤال اما الشرعة يسقط عمودي السيتا بتكون بكام? بصفر مش بتسعين. ليه بصفر? بص كده وليكن الزاوية دي باربعين. طول ما انت ماشي كده الزاوية عمالة تقل تلاتين عشرين عشرة لحد ما توصل لعمود المقام وتكون الزاوية بصفر. فالسيتا هنا بتساوي صفر. بقولك في الشكل ده عندنا تلات مريات. يا ترى اي شكل فيهم الصح? طيب احنا اتفقنا على جملتين بس اسقط اعمل عمود مقام. تاني اسقط اعمل عمود مقام. فين الشوعة الساقط هو ده? اعمل عنده عمود مقام. دي بخمسة واربعين يبقى دي بكم? بخمسة واربعين. طالما سقط بخمسة واربعين فالمفروض هينعكس بزاوية كم? خمسة واربعين. بس يا مصدر انت عامل الشوعة المنعكس على هيئة نقط. اه انا قصد اعملها كده. هقول لك ليه? تمام? طالما دي بخمسة واربعين. يبقى دي بكم? بخمسة واربعين. طالما دي بتسعين. دي خمسة واربعين يبقى ده عبارة عن كم? خمسة واربعين. يبقى نزل الشوعة ده عادي. اعرفت ليه بحطه على شكله نقط? عشان لو سقط عمودي? مرجع شامسح المسألة من اول لا. انا بحط على هيئة نقط بس. اتأكد هيسقط عمودي ولا لا? طيب. فين الشوعة الساقط? هتقول لي يا مصدر هو ده? اعمل �데 عند عمود مقام. دي بخمسة واربعين يبقى دي بكم? بخمسة واربعين. طالما دي بخمسة واربعين هينعكس بزاوية كم? خمسة واربعين. طيب تأكد حطون قط كده صغير. دي بخمسة اربعين يبقى دي بكم? بخمسة واربعين. دي بخمسة اربعين و دي بتسعين. هتنطرحهم من مئة وتمانين هيتطلع معك خمسة واربعين. طالما الزوية دي بخمسة اربعين. فين الشرعة اتساقط? ها هو ده. كميل بخمسة اربعين لامة مش ايه? تسعين اعمل عنده عمود. مقام دي بخمسة وبين. يبقى دي بخمسة الربين? هنعكس بزاوية كام? خمسة واربعين. سهلا? سهلا. فيترى اي اجابة صح هي الاجابة دال. صح? طيب فكرة المسألة انت لو معك الزاوية متساوية فالاشعة بتكون متوازية. هنحل المسألة ونشوف يعني ايه? قلتها لك على فكرة في الشرح برضو. طيب. فين شعر ساقط هو ده? اعمل عنده عمود مقام. ديب تلاتين يبقى ديب كام? هتقول تسعين نقص تلاتين هيطلع معاك بستين. هنعكس بزاوية كام? ستين درجة. اعملها على هيئة ايه? نقط بس. حاجة ببسيطة. ديب ستين يبقى ديب كام? بتلاتين. هطرح مية وتمانين ناقص تسعين زائد تلاتين هيطلع معاك ده بستين درجة. فكمل الشوعة ايه? عادي كده. طالما ما ما ساقطش عمودي. فين الشوعة الساقط هو ده? اعمل عنده عمود مقام. ديب تلاتين يبقى ديب كام? ديب ستين معلش يبقى ديب كام? بتلاتين. يبقى هنا عكس بزاوية تلاتين برضو. هيبقى الزاوية اللي بره بكام? بستين. لاحظة لاحظة انت ملاحظ ديب ستين وديب كام? بستين. قلت لكم شوية اما الزاوية تكون متساوية فالاطلاع بتكون متوازية. احنا اتفقنا اما الزاوية تكون متساوية فايزا الاطلاع بتكون متوازية. يبقى بينعكس الشوعة موازيا لمرقاسي. سهلا? سهلا. اسألكم تسيبت وفوق ما اخدتش بالي. ازا سقط الشوعة عموديا فان زاوية الانحراف تكون بتساوي نقط. ببساطة يعني ايه زاوية انحراف. يعني انا كعبد الرحمن متعود من صغري امشي في طريق مستقيم. فهب حصل او اي حاجة حصل صغرة مثلا اي حاجة. ففي فجوة كده. الفجوة دي بسميها زاوية الانحراف. سهلا? طيب الشعاع اما يسقط عمودي. ايه اللي بيحصل بيرتد على نفسه? زاوية الانحراف بتكون ساعتها بكام? مش الزاوية بس اسمها زاوية الانحراف. اتقالك في الشرح. ده خط مستقيم صح? الزاوية بتاعة الخط المستقيم بكام? بمية وتمانين درجة. يبقى فرق بين كلمة زاوية انحراف وكلمة زاوية. لو زاوية هنقول سي تبسة و صفر. تب زاوية انحراف مية وتمانين. كان المفروض يسقط كده? ارتد. عمل خط مستقيم. الخط المستقيم بمية وتمانين درجة. طيب تعال هنشوف السؤال ده. فين الشعاع الساقط هو ده? اعمل عنده عمود مقام. دي باربعين يبقى دي بكم? بخمسين. طالما سقب بزاوية خمسين. مفروض بس حط شعاع العاكس على هيئة نقاط صغيرة. طيب دي بخمسين دي بكام? هتطرح تسعين نقص خمسين هيدي هيدي معاك تقريبا اربعين. طيب دي مية وعشر ودي باربعين. يبقى الزاوية دي بكام? آآ معاك مية وخمسين هيبقى معاك بتلاتين. طالما الشعاع ده سقب بزاوية تلاتين. طيب فين الشعاع الساقط هو ده. اعمل عنده عمود مقام. دي بتلاتين. تبقى دي بكام? بستين. تبقى دي بكام? بستين. هو عاوز زاوية اللي نعكاس. زاوية اللي نعكاس بكم? بستين درجة. سهلة? سهلة. الفكرة كلها حاجتين. اول حاجة اسقط. تاني حاجة اعمل عمود مقام. بس. انا هنشوف السؤال ده. تعال نشوف السؤال ده. ونفس الفكرة شرحناه في فيديو قبل كده. طيب الموضوع ببساطة لو انت عندك سطح عاكس. وده الشعاع السقط. وده العمود المقام. وده الشعاع المنعكس. حلو. دلوقتي انا عاوز ادور السطح ده. السطح الفصل ده. عاوز ادوره مع عقرب الساعة بزاوية عشر. والزاوية دي مسلا هسميها عباس والزاوية دي هسميها عباس. عاوز ادور السطح الفاصل ده او السطح العاكس بمقدار عشر درجات. مع عقارب الساعة. البسيطي احنا عاوزين ندور العمود مع عقرب الساعة. صح? مين اللي بتحرك معي العمود المقام? تخيل كده بدل من العمود المقام كان واقف كده هيجي هنا. اللي حصل الزاوية دي كبرت بمقدار عباس زائد عشرة. سهلا? يبقى ما تدور السطح العاكس اللي اللي بيحصل العمود المقام بيتور معايا. فالزاوية دي بدل ما كان العمود المقام واقف هنا. بقى العمود المقام بيوقف هنا. فالزاوية دي كلها على بعضها بقت كبيرة. فالملخص مع تجمع. همي بدور معايا عقارب الساعة بتجمع. طيب لو انا حاوز ادور عكس عقارب الساعة. تعال نشرح لك بقى. ده السطح العاكس. وده الشوع الساقط. وده العمود المقام. وده الشوع المنعكس. حلو? حلو. انا عاوز دووره عكس عقارب الساعة. سؤال. يعني ايه ضوره عكس عقارب الساعة? يعني العمود المقام هيتحرك معايا. صح? انا بقى عاوز ادوره عكس عقارب الساعة. إيه اللي هيحصل? العمود المقام بدل ما كان واقف هنا? هيجي فين? ايه اللي هيحصل? ببساطة. مش العمود المقام كان وقف عادي. اما دور العمود المقام كده. والسطح الفاصل. العمود المقام هيجي. هيجي كده. فالعمود المقام بدل ما كان وقف هنا. هيجي هنا. فايه اللي حصل للزاوية دي? قلت. سهلة? سهلة. يبقى تاني. هو المفروض لعمود المقام? يبقى واقف كده طبيعي. انا عاوز ادوره هيجي كده. فالزاوية دي هتقل. مش واضح. ده المسألة الاصلية. وده رسمة الدوران لعمود المقام هيجي كده. طيب يعني عمود المقام بدل ما كان وقف كده هيجي كده. فايه اللي حصل للزاوية دي? قلت. قلت بمقدارها عشرة. حلو. تعالوا نبص على المسألة. يبقى مع اجمع عكس اطرح. دي بتلاتين يبقى دي بكام بستين درجة. يبقى دي بكام بستين درجة. يبقى دي بكام بتلاتين درجة. بتي بقول لك انا عاوز ادوره بمقدار عشرة. في الاتجاه ده. الاتجاه ده معه ولا عكس? معه عقرب الساعة. عاوز دوره بمقدار عشرة. فالزاوية دي بدل ما كانت ستين هتبقى سبعين. والزاوية دي هتبقى سبعين. هو عاوز الزاوية بين الشعاعين الساقط والمنعكس. يعني الزاوية دي كلها. هقول سبعين زائد سبعين هيدي كان مية وربعين درجة. فالخلاصة معه بتجمع المقدار. وعكس بتطرح المقدار. نيجي بقى للفكرة دي. لو احنا عندنا. دي مرايات. فاكر لما قلت لك. المضلع. فاكر لما قلت لك الانعكاس شبه المضلع. يعني مثلا لو اسقطت شعاع كده. المفروض هيينعكس كده. المفروض هيجي كده. المفروض هيعمل كده. الانعكاس شبه المضلع. دلوقت ده بيقول لك ده الشعاع ليزر عاوز يعرف هيمر باي نقطة من دول. سؤال الشعاع سقط كده صح? هينعكس كده. هل هيمر بالنقطة اي? لا. بي? لا. هل دي? لا. سي. الانعكاس شبه المضلع. الانعكاس هيغبط في النقطة هنا. على نفس السطر. فاحنا عاوزين نعمل مضلع لازم الحتة دي تكون زي الحتة دي. يبقى يمر بالنقطة سي. سهلة? سهلة جدا. اظن الموضوع سهل وبسيط. سهلة جدا. سهلة جدا.